السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم معايا في موضوع جديد موضوع اليوم هو موضوع جميل جدا وهو حول دعاء الفرج للصديق سيدنا يوسف عليه السلام نحن نعلم جميع القصة يوسف وهي من القصة القرآنية التي كل منا يحبّدها أنها قصة جميلة وقصة تحكي عن الكثير من الأشياء خاصة لما رموه إخوته في البئر فلما رمي يوسف عليه السلام في البئر دعا بدعاء يسمى دعاء الفرج فمن قال هذا الدعاء ثلاث مرات هنا أحدد نركز ثلاث مرات بقلب متضرع إلى الله سبحانه وتعالى وني الصافي آتاه الله بالفرج عندما أتحدث هنا عن التضرع لله سبحانه وتعالى أتحدث عن أن الإنسان عندما يتضرع لله فإنه يقرب وجودية الله بأنه هو الخالق وهو الذي يغير الأحوال لذلك عندما أقول دعاء وأنا عندي شك أن الله سبحانه وتعالى لن يستجب لي فهذه الدعاء لن يستجب لكن عندما أنا أتضرع إلى الله وأطلب الله بدعاء وسوف أحدد كذلك متى يستجب الدعاء مئة في المئة سوف أحددها في هذا الفيديو لكي يستفيد الكل وللتعم الفائدة فهذا تضرع كما قلت هو إقرار بوجودية الله إقرار بأن الله هو المغير إقرار بأن الله هو الأحد والصمد خالق السماوات والأرض وعندما هنا أقول بأنه خالق السماوات والأرض هنا نقول يعني الكون شيء عظيم يعني حتى يعني الآن العلوم الفيزيائية علماء يعني النازا لم يتعدوا المجموعة الشمسية ما وراء المجموعة الشمسية كله ظلام لا يعلموا أحد فلذلك عندما يعني نقول لكم بأن الكون عظيم غير الجسم عظيم غير خلق الجسم شوفوا غير الجسم غير عضو تضرق الجسم كله تضر هذا عظيم هذا الخلق فما بالك بأن نحن نأتي الله سبحانه وتعالى ونطلبه على شيء يعني باصيت جدا باصيت يعني أريد الزواج أريد بيت أريد أولاد يعني يكونوا المربين أريد لا أعلم يعني أمور خاصة لها علاقة بالمادة بالماديات الدنيوية لكن هذه الأشياء هي أشياء صغيرة بالنسبة لله سبحانه وتعالى يعني لا تزين حتى يمكن جناح بعوضة فلذلك غير أن الله سبحانه وتعالى يحب الإنسان الذي يأتيه بقلب متضرر بنية صافية يحب العبد الملحه يعني دائما عندما الدعاء لا يستجب يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى في حالة تنية إما أن الله سبحانه وتعالى يريدك أن تأتي إليه أكثر يريد الإلحاء سبحان الله تعالى وإما أن الله سبحانه وتعالى يؤجل شيئا ما لأنه ليس فيه خير لك لأن الله هو الذي يعلم المستقبل نحن لا نعلم من غير ولكن الإلحاء على الدعاء يجعل الله سبحانه وتعالى يستجب دعائك أهم أوقات الدعاء أحددها الآن أهم أوقات للدعاء هو التلوث الأخير من الليل كيف ذلك؟ التلوث الأخير من الليل هو يقدر بساعتين قبل الفجر ساعتين قبل الفجر هو التلوث الأخير من الليل حيث أن الله سبحانه وتعالى يقر بأنه ينزل إلى سماء الدنيا ويقول عبدي عبدي من يدعو أجيب يعني أن الله سبحانه وتعالى من يريد شيئا منه فليدعوه في التلوث الأخير من الليل من يريد أخرى من ذلك يقدر بساعتين قبل الفجر يعني إنسان عندما يأتي إلى الله في الصد الأخير من الليل ويقول ربي لقد وعدت سيدنا محمد أنك قريب تجيب دعوة الدائم إذا دعك فهذا كلام عظيم إن الله سبحانه وتعلي يقول لسيدنا محمد إنني قريب أجيب دعوة الدائم إذا دعني cual فهذا وعد من الله و الله إن وعد وعد فاستجيب دعائك كان على الله حق أن يستجيب لدعائه كما قلت لكم تولة الأخيرة من الليل ثاني حاجة أهم وقت من غير تولة الأخيرة من الليل هو ليلة الجمعة ما هي ليلة الجمعة هو الخميس بالليل في تولة الأخيرة من الليل ساعتنا قبل الفجر أستقبل القبلة و أصلي ركعتين وفي هذه الركعات يجب التناء على الله سبحانه وتعالى لكن قبل الدعاء وقبل الركعتين يجب التحضر للدعاء كيف التحضر الدعاء؟ على الأقل ثلاثة أيام وأربعة أيام قبل الدعاء يجب الاستغفار مئة مرة يجب التناء على الله سبحان الله بديع السماوات والأرض سبحان الله فاطر السماوات والأرض سبحان الله لو الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير الاستغفار كثيرا مثلا عندما يقول إنسان سبحان الله بحمده مئة مرة مئة مرة سوغيه مئة مرة يعني يغفر كل دنوبه وخطايا تغفر فإنسان يأتي لله سبحانه وتعالى ويطلبه بورقة بيضاء يعني تفهمون عليه مئة مرة صلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام مئة مرة كل يوم حتى يأتي الخميس والخميس بالليل يعني لباس وهندام جميل كأن الإنسان يريد أن يستقبل ملك يجب أن يتحضر لذلك لباس جميل يكون نقيع يعني إنسان يتودأ ويكون مستحم ويصلي ركعتين ويطلب الله بهذا الدعاء دعاء سيدنا يوسف أنا إن شاء الله سوف أتطرق إليه وأكتبه على الدسكريبشن لكم يتطرق إلى هذا الدعاء ويقوله بقلب متضرع ومن يريد أن يبكي فليبكي على الله والله والله سبحانه وتعالى وبتجربة أن الله سبحانه وتعالى يستجيب يعني يجيب فقط لله سبحانه وتعالى بقلب النرى لا يوجد في الكون في هذا الكون من يعطي لأي إنسان ضرر حتى ملك الموت عندما يأتي إلينا ليأخذ روحنا هل تعلمون أنه يدور الكرة الأرضية كلها ليجد لك رزق واحد ولو أخك ولو أمك لن يعطيك الرزق بعد ذلك اليوم لأنه صافي تحدد محدد وقتك وهنا تأكيد لنا أن لا أحد يرزق أحد يعني فقط نحن يعني متصلين بعضنا بهرمونات هذه الهرمونات يعطي الله لنا نعمة من النعم مثلا ما بين الأم والأطفال هناك هرمو الأكسيتوكسين هناك هرمو الإندورفين هناك هرمو السلطونين فهذه الهرمونات تجمع الأم بأولادها لكن رغم ذلك كما يريد الله يعني كل شيء محدد كل شيء محدد تخلق نحن بحسبان كل شيء بحسبان كل شيء عنده وقت مضبوط كل ما سيحدث لك في حياتك هو مضبوط عند الله سبحانه وتعالى الدعاء كما قلت يقرأ ثلاث مرات أحبّد ثلاث الأخير من الليل وأحبّد أحبّد كذلك التحضّر للدعاء كما قلت من الاستغفال التعاد عن الطاقة السلبية كل ما يدر حول النميمة كل ما يدر حول شخص يأتي إلي ويقول لي عن فلان وفلان وأنا أتعاطف لأننا نحن كإنسان متعاطفين ونسمع شخص واحد يجب دائما السماع لشخصين والتحبيد أن الإنسان يبتعد عن كل شيء ويدعو الله عندما يأتي إليك شخص ويريد منك ويقول لك شيء فلتقول له ادعو الله سبحانه وتعالى كما قلت بأن سيدنا زكريا والسيدة العضراء مريم عليه السلام هذا يعني الله سبحانه وتعالى لما أعطاهم قالهم أنهم يبتعدوا على الناس مثلا سيدنا زكريا عليه السلام عندما أوحى إليه بأنه سوف يليد وذكر اسمه يحيا لم يجعل له من قبل السمية قال الله سبحانه وتعالى لا تكلم الناس ثلاثة إيم هذه الآية ذي له يعني ابتعاد كليا أبتعد عن الناس التأمل في الكون أتأمل في الكون البحر كيف شهدك البحر يمشي ويأتي كيف خلق الله عن الكون تأمل والتناء على الله سبحانه ربي خالق السماوة العام سبحانه ربي فاطر السماوة العام سبحانه ربي له الملك وله الحمد تأمل في الكنتناء على الله الصلاة والسلام عن سيدنا محمد وبعد ذلك سيأتي الدعاء في التلت الأخير من الليل كما قلت ركعتا دعاء يقول قال سيدنا يوسف الصديق يوسف عليه السلام دعا ربه في عدة مواقف منها وهو في البئر هنا أتحدث عن موقف وهو في البئر سأتحدث عن مواقف أخرى إن شاء الله في الحلقة القادمة قال الإمام القرطبي في تفسير فيما يرويه علماء السلف أن يوسف عليه السلام قد دعا ربه في البئر وقال اللهم يا مؤنس كل غريب ويا صاحب كل وحيد ويا ملجأ كل خائف ويا صاحب ويا كاشف كل قربة ويا عالم كل نجوة ويا منهي كل شكوى ويا حاضر كل ملأ يا حي يا قيوم أسألك أن تقذف رجاءك في قلبك حتى لا يكون لي هم ولا شغل غيرك وأن تجعل لي من أمري فرجا ومخرجا إنك على كل شيء قدير هذا هو الدعاء سأكتبه كما قلت لكم في الدسكريبشن لمن يريده يقرأ ثلاث مرات في الثلاث الأخير من الليل هو يقرأ في أي وقت ولكن أنا أحبت كما قلت لكم الثلاث الأخير من الليل كما قلت لأن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا يطلب ينادي عبادة من يريد دعاء من يريد أن الله سبحانه وتعالى من يريد أن يطلب الله سبحانه وتعالى فإن الله هنا يريد أن يستجيب لك فانهض يعني انهض من النوم ديالكم وصلوا على السلام على سيدنا محمد استغفروا الله واطلبوا بهذا الدعاء وإن شاء الله يأتيكم الفرج من أي موقف من مواقف الدنيا يعني يريد فرج من أي موقف من مواقف الدنيا يدعو بهذا الدعاء ثلاث مرات سأكتبه لكم إن شاء الله على الدسكريبشن وأريد كذلك الكومنت لا تنسوا ضغط زر سبسكرايب لتشجيعي مشاركة القناة مع أحبائكم وأصدقائكم ليس عم الفائدة فإننا كل واحد فينا سيعمل واحد العملات يأخذ عليه سيأخذ عليه واحد الأجر يعني مثلا هذا الدعاء كثير من الناس كثير من الناس لهم مشاكل كثير من الناس يعانوا لا يعلمون ماذا يفعلون فمثلا هذه الدعاء لكل من قاله يعني كل من يعني عمل شارل هذا الفيديو فالناس تستفيد وتفهم كيف تدعو وتفهم متر الإنسان يأخذ الأجر ربما الإنسان ينصحه شخص آخر والله يستجيب له يعني هذا كل ما يدور حول هذا الموضوع شكرا لكم لا تنشوا مشاركة كذلك القناة مع أحبائكم وأصدقائكم شكرا لكم كثيرا 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 والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في أمن الله إلى موضوع قادم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم